جرى اتصال النهاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد متمنيا لدولة الكويت الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع البلدين وشعبين الشقيقين على كافة الأصعدة من علاقات أخوية متميزة معربا عن تطلعه لمواصلة تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات والدفع بها نحو آفاق أوسع بما يحقق التطلعات المنشودة